وإلى خبرنا الأخير حيث أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان الذيد للرطب الذي تنظمه غرفة تجارة وصراعة الشارقة عن تفاصيل مسابقات المهرجان في دورته السابعة التي تقام خلال الفترة من السابع والعشرين إلى ثلاثين يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد موضحة مواعيد المزاينات والمسابقات لمختلف الأصناف وقيمة وعدد الجوائز ومعاييرها وشروطها حيث تم تخصيص جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم ستوزع على مائة وثلاثين فائزا بمسابقات المهرجان الرئيسية وهي مسابقة مزاينة الرطب ومسابقة أكبر عذج ومسابقة الليمون ومسابقة التين الأحمر ومسابقة التمر الحسيل ومسابقة أجمل مخارفة رطب المخصصة للنساء فقط وتترى وحقيمة الجوائز بين ألف وخمسة وعشرين ألف درهم ويشهد المهرجان هذا العام إضافة مسابقة جديدة تحت مسمى حصن شريعة الذيد لملاك النخيل وهي مخصصة للمزارعين من أبناء إمارة الشارقة بالإضافة إلى مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في المهرجان والتي تعتبر من أهم الجوائز الهدفة إلى تكريم المزارعين وتحفيز الابتكار الزراعي والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية